نأتي بقى لنروح لأخبار مساحية العالم والشرق الأوسط والحقيقة استوقف الجميع الحقيقة محاكمة كانت حصلت في دالس في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية كان في قصة بتعود لفترة كده سابقة كان في إعلان إنه كانت في شرطية من دالس كانت مفروض إنها دخلة منزلها وبعدين اتقال إنها فوجئت بشخص قاعد وبياكل آيس كريم على يعني جوه البيت وإن معاها سلاح بسرعة راحت مسكة السلاح وضربة الشخص ده اتضح بعد كده إن هي دخلت شقة غلط وإنه الشقة دي كانت شقة جرها وإنه جرها ما كانش يعني كان في شقةه وكان بياكل آيس كريم وعلى الكانبة بتاعته وطبعا هي ما أدركتش ده غير بعد ما كانت قتلته وتم القبض عليها وتم طبعا يعني عزلها من الشرطة وتمت محاكمتها واستمرت المحاكمات إلى أن كان لحظة النطق بالحكم بالأمس والحقيقة في النطق بالحكم كان بيستمعوا لشهادات والاعترافها هي أيضا وندمها على هذا الفعل طبعا وكانت في مطالبات إنه الشاب اللي هي قتلته بيكمل 28 سنة خلال اليومين أو كان كمل 28 سنة خلال اليومين ومحامي أسرة الشاب اللي تقتل كانوا بيطلبوا بإنه يكون الحكم عليها 28 سنة المحكمة حكمت عليها بعشرة سنوات لأنه هي الاعتراف بتاعها طبعا كان إنه هي ما أدركتش إنه هي دخلت شقة غلط إنه هي دخلت شقة جرها مش شقتها هي وإنه هي اعتقدت وكانت مرعوبة جدا إنه يكون حد هيعمل لها حاجة أو إنه حد حرامي دخل الشقة عشان كده الحكم كان عشرة سنوات المشهد الحقيقة انتشر في العالم كله هو أخو الشاب اللي تقتل هو عند حوالي 18 سنة وهو كان بيتحدث الحقيقة وإنه بيقول للفتاة دي إنه أنا ما حبش إنه أنا ما حبش إنه أنت يعني ما كنتش أحب إنك تتسجني ولكن أنا الحقيقة يعني بتمنى إنك أنت تكوني ندمانة وبتمنى إنك أنت تعرفي المسيح تعرفي المسيح معرفة حقيقية والتوبة هنا ده الجزء اللي كان مؤثر جدا إنه قد إيه هذا الشاب 18 سنة قدم محبة قدم غفران قدم كمان اهتمامه بإنه هو عايزها كنفس تخلص إنه تعرف المسيح إنه يتوب عن هذه الجريمة وتعرف المسيح هو كلماته باللغة الإنجليزية بس ما عليش خلينا نسمعها لإنه قد إيه كانت هو طريقته مؤثرة جدا وزي ما انتوا شايفين حتى في كل القنوات نقلت هذا الخبر وإنه بعد كده طلب إنه هو يحضنها طلب من القاضية إنه هو يحضن الشرطية المتهمة لا أعطي إيه لا أعطي إيه إيه هذا الممكن لكني أعطي إيه 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 إيه أعطي إيه أعطي إيه أعطي إيه أيضا قبل ما يطلب لحظة هذا الأحتضان كان اتكلم عن انه قد ايه خسره كأسره اخوه وكلهم ما فيش اي حاجة تعوضهم عن اخوه وانه يعني لازم طبعا لان في ناس فهمت انه لما بنقول انه مش بيتمنى لها انها تتسجن ده معناها انه مش عايز العدالة تاخد مجرها لكن لا العدالة اخدت مجرها اتحكم عليها بالعشر سنين هو بيقول ده يعني بيقول انه اهم حاجة من ان هي تتسجن العشر سنين دي ولا تتحاكم على القتل القطأ لاخوه ان هي تتوب وتعرف المسيح ويكون لها علاقة حقيقية مع المسيح فديه فعلا حاجة جميلة جدا ونمسك كتير على فكرة كان بتيجي من انه الغفران وانه اسرة الشخص اللي اتقتل على اي ان كان سبب القتل انهم ما قد ايه بيقدموا المحبة والغفران للشخص اللي اتل اي حد من افراد اسرتهم البابا فرانسيس وبومبيو يدعوان الى حرية العقيدة في الشرق الاوسط اعلنت وزارة الخارجية الامريكية للبابا فرانسيس الامريكي مايكو بومبيو اتفقوا على اهمية حماية حقوق الاقليات المسيحية في الشرق الاوسط وده كان اثناء اجتماع في الفاتيكان اليوم الخميس امس بومبيو كان بيقوم بجولة الفترة اللي فاتت وكان عمل اجتماع في ايطاليا مع احد المسئولين وكمان كان معلن ان هو هيلتقي بالبابا فرانسيس ومن خلال هذا اللقاء اللي اجتبعوا فيه في الفاتيكان امس اجتفق معا على موضوع ان يكون في حماية لحقوق الاقليات المسيحية في الشرق الاوسط تفاكرين اثناء الامم المتحدة كان برضو فيه اجتماع مهم جدا للاقليات وحرية المعتقد بومبيو اجتماع مع البابا فرانسيس لنحو نصف ساعة والمتحدث باسم الوزارة الوزارة الخارجية الامريكية قال انهما اكد مجددا على التمزام الولايات المتحدة الامريكية والفاتيكان بدعم حرية المعتقد او العقيدة في مختلف ارجاء العالم وخاصة حماية الاقليات المسيحية في الشرق الاوسط حيث يواجه المسيحيون اضطهادا او مضايقات في بعض دول الشرق الاوسط ورحل الكثير منهم لاقامة حياة جديدة في الغرب الهجرة وبومبيو زي ما قلت لحضراتكم انه هو بيقوم بالزيارة بدأها في ايطاليا وهتشمل ايضا الجبل الاسود ومقدونيا الشمالية واليونان وبالرغم طبعا كانت المفروض الزيارات الخارجية دي تكون لها ثمار متعددة لكن طبعا خيمت على هذه الزيارات ما يحدث داخل امريكا بالنسبة لطلب الديمقراطيين مساءلة الرئيس دونالد ترامب وعزله يعني دي اثرت بشكل كبير جدا على هذه الجولة اللي بيقوم بها بومبيو في هذه الاوقات كمان كان فيه برضو موضوع غريب جدا كنائس بتحترق في امريكا خلال العشرين سنة الماضية كان تم تسجيل اكتر من 4000 حريق للكنائس يعني امريكا 51% من الحرائق دي متعمد بات ادرام الحرائق في دور العبادة ولسيما الكنائس امرا شائعا في الولايات المتحدة الامريكية افاد مركز بايو للأبحاث انه تم تسجيل 4700 وخمسة حريق خلال السنوات العشرين الماضية بحسب المركز اكتشفوا ان 51% من الحرائق دي كان متعمد ويعتبر معدل اكتر بكثير او اعلى بكثير من معدل الحرائق المسجل بالنسبة للمنازل والمباني غير السكنية المؤمنين اللي هما بيجتمعوا في هذه الكنائس او اللي بيحضروا الكنائس دي اللي حيعتبروا ان الحريق ده يعتبر مأساة وانه بتعتبر كلفة كبيرة عليهم وعلى اللي بيحضروا في الكنيسة لانه طبعا بيكون فيه بعد ما بيتم حرقها بيكون فيه محاولة من ان هما يجمعوا اموال لاعادة الكنيسة دي مرة تانية او ان بتتوقف الصلاوات لفترة ودي بتبقى مزعجة جدا طبعا للمصالين واللي بيروحوا هذه الكنائس ففي وجه الاطفاء في يوتا كان سجل سبع حالات حريق من انواع مختلفة شابت في مباني كنسية منذ مطلع عام 2017 حتى 31 يوليو السنة دي في يوتا بس يعني تشوفوا حضراتكم كام سبع حالات من مطلع 2017 يعني تقريبا من يناير 2017 لغاية 31 يوليو 2019 في حين بتشير مصادر اخرى الا انه العدد اكثر بكثير ربنا يرحمنا ومش عارفة بصراحة الناس اللي بتحرق الكنيس متعمدة دي يعني بيبقى ايه انتمقتهم ولا ايه دنيتهم يعني حاجة صعبة كتير من الحراء دي بنسمع الحريقة وبنسمع حتى كان فيه كنيسة اسرية برضو كنا جبنا الفيديو بتاعها بقريب وبعد كده ما بنسمعش اي حاجة عن او يمكن بتبقى اخبار ستغيارة ما بتنتشرش كتير عن مثلا الكنيس دي كانوا اكتشفوا ايه فبنا الواضح ان التقرير ده المعني بهذا الشأن بيقول ان واحد وخمسين فلمية من الكنيس اللي بتتحرق خلال العشرين سنة اللي فاتت متعمدة ربنا ارحمنا